الحكومة التي تقدم الدكتور عادل عبد المهدي وبرنامج حكومي واليوم الشعب العراقي أفرحه بالدكتور عادل عبد المهدي وتكون هناك حكومة بعيدة عن الأحزاب وبعيدة عن المحاصصة ولا نريد إحنا الرجع الماضي وريد نقلب صفحة جديدة مع شعبنا ونريد أن تكون حكومة قوية لبناء مؤسسات الدولة لبناء الدولة المدنية اليوم عندما نلاحظ بهذه الطريقة واليوم المماطلة جاء تحصى لثمان وزراء لحتى هذه اللحظة لا يشكلون والله الرأساء الكتل السياسية عدم التوافق بياناتهم ولا يوافقون على واليوم أنا متأكد اليوم لو الدكتور عادل عبد المهدي يأتي بالثمان وزراء اللي كانوا بتكمل الوزارة لم يصوتوا عليهم وجلس النواب